بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآل الطيبين الطهرين وأصحابه المنتجبين تحية طيبة لكم مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا موعدكم حلقة جديدة من برنامج الأطروح المهدوية عنوان حلقة الليلة حديث الثقلين سنده ودلالته طبعا القسم الخامس من هذا العنوان نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحتي آية الله سيد كمال الحيدري مرحبا بكم سماحة السيد أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله سماحة السيد ذكرتم مجموعة من المصادر لحديث الثقلين في الحلقة السابقة وذكرتم أيضا جملة من الأعلام فهل هناك أعلام آخرون صححوا حديث الثقلين أو حديث الخليفتين سماحة السيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسدعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في الواقع بود في هذه الليلة بقدر ما يسع وقت البرنامج أن أشيره إلى جملة من الأعلام من المتقدمين من العلماء الكبار من علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والعقدية والفقهية أن أشير إليهم وأبين أن هؤلاء جميعا كما تقدم أنهم يصححون حديث الخليفتين أو حديث الثقلين باعتبار أنه مع الأسف الشديد نحن وجدنا من المتقدمين وكذلك من بعض الأعلام ومن بعض الأقلام المتأخرة من الكتابات التي صدرت من بعض الأكاديميين يحاولون أن يقولوا أن هذا النص الوارد في قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترة أهل بيتي أن هذا النص ضعيف من حيث السند وسأشير إلى كلماتي من ضعف هذا الحديث ولكنه كما قلت في الحلقات السابقة نحن أشرنا إلى مجموعة من الأعلام الذين صححوا حديث الثقلين وحديث الخليفتين في هذه الليلة أيضا أحاول إن شاء الله تعالى أن أشير إلى بعض آخر من هؤلاء الأعلام المورد الأول الذي بيودي أن يشار إليه وهو هذا الكتاب لم نشر إليه في الأبحاث السابقة وهو كتاب جديد أحاول أن أستند إليه وهو كتاب المطالب العالية المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ بن حجر أحمد بن علي العسقلاني تحقيق الأستاذ المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي دار المعرفة بيروت ولبنان في هذا الكتاب بعبارة أخرى المطبوع في سنة 1414 من الهجرة في هذا الكتاب الجزء الرابع في صفحة 65 من الكتاب رقم الحديث رقم الحديث ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعين أفوا ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وسبعين الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذا بيد علي فقال ألستم تشهدون أن الله ربكم قالوا بلى قال ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم فقالوا بلى قال فمن كان الله ورسوله مولا فإن هذا مولا وآخذ بيد من؟ بيد علي وأن أستغرب أن مثل هذه النصوص الصحيحة التي بدأها رسول الله بقوله فمن كان الله ورسوله مولا يعني وظيفة المسلمين إذا الله وإذا رسوله فقط كانت المحبة والمودة لو كان وجوب الاتباع والطاعة وطير الله والرسول لا أعلم واقعا أن البعض من الناس يسقط به الفكر ويسقط به الجهل إلى حدود لا يعلمها إلا الله كيف يمكن أن ينقل أو يقال أن حديث الثقلين لا يدلوا وأن الولاية فيه ليست إلا بمعنى النصر والمحبة والمودة وأن رسول الله يستشهد بمثل هذه الآية ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه أولوية الرسول بالنسبة إلى المؤمنين والمسلمين هي فقط أولوية على مستوى المحبة أم أنها أولوية على مستوى الإطاعة على مستوى التمسك ومن يطل الرسول فقط أطاع الله على إلأ أحوال هذا ليس حديثي وإن شاء الله تعالى في بحث مطارحات في العقيدة سأقف عند هذا الحديث مفصلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه الذي حاول الشيخ ابن تيمية أن يضحف ذلك على إلأ أحوال قال فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تظلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم يعني كالحبل واعتصمه بحبل الله جميعا هذا الحبل أحد الطرفيه بيد الله والطرف الآخر بيد من بأيديكم أيها الناس أيها المسلمون فعليكم أن تأخذوا بهذا الحبل وأن تعتصموا به لكي تصلوا إلى ماذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بأي طريق نصعد إلى الله نصعد من خلال كتاب الله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام قال ما إن أخذتم به لن تظلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي يقول الشيخ أو الإمام ابن حجر العسقلاني بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت قال هذا إسناد صحيح هذا يؤقف عندها حتى المشاهد يراها جيدا هذا إسناد صحيح إذن بعد ذلك يأتي البعض ويقول أن مسألة ما إن أخذتم به لن تظلوا هذه الضعيفة السناد أو هذا المقطع لم يثبت لا الإمام ابن الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول هذا إسناد صحيح هذا هو المورد الأول المورد الثاني الذي لا بد أن يشار إليه ما ورد في تفسير القرآن العظيم في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبن الفداء ابن كثير الدمشقي هذه الطبعة هذه الطبعة نحن لم نخرجها في الأبحاث السابقة ولذا الإخوة أعزائي الذين يأخذون هذه الطبعة فليلتفتوا إلى الطبعة هذه الطبعة أول طبعة مقابلة على النسخة الأزهرية وكذلك على نسخة كاملة بدار الكتب المصرية تحقيق مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوي علي أحمد عبد الباقي حسن عباس قطب المجلد الثاني عشر في الصفحة مائتين وواحد وسبعين خلي أقول أيضا أي متى مطبوعة هذه الطبعة الأولى سنة ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة المملكة العربية السعودية في هذا المجلد وهو المجلد الثاني عشر من هذه الطبعة في الصفحة مائتين وواحد وسبعين من الكتاب صفحة مائتين وواحد وسبعين من الكتاب قال وفي الصحيح التفتوا جيدا الإمام بن كثير الحافظ بن كثير ماذا يقول يقول وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في خطبته بغدير خم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي وإنهما لم يفترقا حتى يردى علي الحوض التفتوا إلى نص الحديث الحديث يقول لم يفترقا بعض النصوص تقول لن يفترقا إذن في المضي والحال والاستقبال لا يوجد افتراق بين القرآن وبين ماذا وبين العطرة عطرة النبي صلى الله عليه وآله هنا بيودي أن أشير إلى نكتة المشاهد الكريم ينبغي أن يلتفت إليها عبر الإمام بن كثير الحافظ بن كثير عبر في الصحيح البعض حاول أن يعترض على الإمام بن كثير الدمشقي بأنه نحن راجعنا صحيح البخاري وصحيح مسلم لم نجد هذا الحديث إذن لماذا يقول في الصحيح لا يوجد في الصحيحين التفتوا جيدا هنا بيودي أن هناك نكتة فنية وعلمية لا بد أن يلتفت إليها وهو أن الإمام بن كثير وأنثال هؤلاء الأعلام عندما يقولون في الصحيح ممرادهم أنه هذا موجود في الصحيحين البخاري أو مسلم أو فيهما معا وإنما يريد أن يقولوا أن الرواية ماذا صحيحة السند لا أنه موجود في الصحيحين أو في أحد الصحيحين حتى يعترض على ذلك ويقال أننا راجعنا الصحيحين لم نجد ماذا لم نجد هذه الصيغة موجودة لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم والشاهد على ما أقول أنه يستعمل الصحيح ويراد بالصحيح يعني الحديث الصحيح الرواية الصحيحة لا أنه موجود ماذا في الصحيحين انظروا إلى هذا الكتاب وهو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية حققه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرنؤوت دار القاسم في هذا الكتاب دار القاسم طبعت بإذن من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء كما تعلمون يعني في المملكة العربية السعودية الطبع الأولى سنة 1421 من الهجرة يقول دار القاسمي الرياض في هذا الكتاب وهو في صفحة 108 من هذا الكتاب التفتوا هذه العبارة عبارة الشيخ ابن تيمية نعم يقول وفي الصحيح عن النبي أنه قال أنه عن النبي أنه قال ما من داع يدعو الله بدعوة ليس إلى آخره أنا مهمي الرواية نعم همي يقول وفي الصحيح نعم ما هو مراد الشيخ ابن تيمية من قوله وفي الصحيح يقول المعلق في الحاشية لا يريد المؤلف بذلك أن الحديث في أحد الصحيحين وإنما يريد بذلك صحة الحديث إذن لا يعترض أحد على الإمام ابن كثير لماذا قال في الصحيح وهو غير موجود ماذا لأنه وجدت أن بعض الذين يدعون العلم واقعا لا أعلم ماذا أعبر عنهم يقول أن الإمام ابن كثير أخطأ في هذه القضية هذا الحديث غير موجود ماذا في الصحيحين ولكنه مو مراد الإمام ابن كثير في الصحيحين مراده أن الحديث ماذا صحيح هذا هو المورد الثاني المورد الثالث وهو أيضا من الكتب التي لم نعرض لها في الأبحاث السابقة وهو كتاب المنتخب من مسندي عبد بن حميد تحقيق وتعليق أبي عبد الله مصطفى بن العدوي الجزء الأول دار بلانسيا نعم التفذي المشاهد الحق الطبعة الثانية سنة 1423 من الهجرة دار بلانسيا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض في المنتخب من هذا المسند يقول بعد أن ينقل الحديث الرواية رقم 240 قال عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا كتاب الله وعطرتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يقول صحيح لغيره إذن الرواية أيضا صحيحة الإسناد ولكن ماذا لغيره هذا هو المورد الثالث المورد الرابع الذي لا بد من الإشارة إليه ما ورد في المستدرك على الصحيحين للحاكم أني سابوري وفي ذيله تلخيص المستدرك للإمام الذهبي في هذا الكتاب الجزء الثالث صفحة دار الفكر صفحة مئة الجزء الثالث صفحة مئة وثمانية وأربعين من الكتاب يود أن المشاهد الكريم يلتفت معي الرواية عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم السقلين إلى أن يقول هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه يعني كل شرط الشيخين متوفرة فيه متوفرة ولكنه لم يخرجاه يعلق الإمام الذهبي على هذا الحديث يقول الحسن بن عبيد النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم مرفوعا وإن شاء الله بعد ذلك سيتضح أنه هل أن هذه الرواية مرفوعة أو غير مرفوعة بعد ذلك سيتضح أنها ليست ماذا ليست بعد ذلك يأتي البحث إني تارك فيكم السقلين كتاب الله وأهل بيتي يقول خاميم يعني موجودة في البخاري ومسلم ولكن هنا لا بد أن يقال والحق لا بد أن يقال أن الرواية أنه هذه الرواية يعني بعض من في هذه الرواية لم يخرج لهم البخاري فهي صحيحة على شرط ماذا على شرط مسلم فقط إذن هذه الرواية أيضا صحيحة على شرط مسلم كما أشرنا إلى ذلك المورد الخامس الذي لا بد من الإشارة إليه وبيودي أن المشاهد الكريم يصبر معي حتى يتضح أن هذه القضية واقعا أن هذا الحديث حديث الخليفتين حديث الثقلين أخذ مساحة واسعة من كتابات علماء المسلمين بل أعلام علماء المسلمين وبعد ذلك سيأتي التعليق على هذه الأحاديث المورد الخامس ما ورد وهذا الكتاب أشرنا إليه فيما سبق استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف الجزء الأول دار البشائر الإسلامية في صفحة ثلاثمائة وسبعة وخمسين الرواية قال وأما حديث علي فهو عند إسحاق بن راهوي في مسنده من طريق كثير بن زيد عن محمد بن عمار بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أن النبي قال قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تظلوا كتاب الله إلى آخره المشاهد يؤدي أن يلتفت ماذا يقول في الحاشية؟ يعني المعلق والمحقق وهو خالد تحقيق ودراسة خالد بن أحمد الصمي بابطين يقول إسناده صحيح إسناده صحيح هذا أيضا من الموارد المورد الخامس المورد السادس ما ورد في صحيح الجامع الصغير للعلامة الألباني الجزء الأول المكتب الإسلامي في صفحة 482 الرواية رقم 2457 إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود يقول التفتوا جيدا وإنهما لن يتفرقا حتى يردى علي الحوض المشاهد لا بد أن يلتفت إلى هذه النصوص يعني إلى الآن نحن قرأنا لعله عشرين أو ثلاثين نص كلها صحيحة ومن طرق متعددة من أصحاب رسول الله وكلها يوجد فيها وإنهما لن يتفرقا حتى يردى علي الحوض ماذا يقول العلامة الألباني يقول صحيح أيضا يثبت صحة هذا الطريق وهو الرواية كما يقول وارد بهذا المضمون الذي أشرنا إليه كذلك طبعا خلي أشير إلى الموضع الثاني من هذا الجزء وهو في صفحة خمسمائة واثنين وثلاثين من هذا الكتاب أيضا الرواية واردة في صفحة خمسمائة واثنين وثلاثين أيضا الرواية واردة وهي صحيحة السند قال أيها الناس قد تركت في خمسمائة وثلاثة وثلاثين رقم الحديث الفين وسبعمائة وثمانية واربعين أيها الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تظل كتاب الله وعطرة أهل بيتي أيضا ماذا يقول صحيح وعندما يعدد لتعدد طرق الرواية وتعدد الصحاب الذين نقلوا هذه الرواية وكذلك ورد المورد الآخر في صحيح الجامع الصغير المجلد الثاني في صفحة 1303 الرواية رقم سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعين يا أيها الناس إني تركت فيكم إلى أن يقول أيضا ماذا صحيح وتقدمت أيضا هذه الرواية فيما سبق ومن الأعلام الآخرين الذين صححوا أو حسنوا هذه الرواية وهو ما ورد في شرح مشكل الآثار هذا النص هذا الكتاب أيضا أشرنا إليه فيما سبق شرح مشكل الآثار تأليف الإمام المحدث الفقيه المفسر أبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 من الهجرة حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوت العلامة شعيب الأرنؤوت المجلد الخامس في صفحة 13 من هذا الكتاب بعد أن ينقل الرواية عن علي أن النبي حضر الشجرة بخم فخرج آخذا بيد علي فقال أيها الناس نفس النص الذي قرأناه فيما سبق من المطالب العالية انظروا إلى ماذا يقول يقول الحديث رقم 1760 ينقل أسناده حسنون إذن العلامة الأرنؤوت أيضا يحسن ماذا يحسن سند هذا الحديث كما هو واضح وكذلك ممن حسن سند هذا الحديث المسند للإمام أحمد بن حنبل بشرحه ووضع فهارسه حمزة أحمد الزين الجزء العاشر دار الحديث القاهرة في هذا الكتاب في المجلد العاشر صفحة 48 رقم الحديث 11046 قال إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر إلى أن يقول وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَيَّفْتَرِقَ رقم الحديث يقول إسناده حسنون وكذلك ورد هذا الحديث في صفحة 58 من نفس الجزء رقم الحديث 11073 وكذلك ورد هذا الحديث في صفحة 86 رقم الحديث 11154 وممن أيضا أورد هذا الحديث وأيضا حسنه أو صححه هو السنة في كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم المتوفى 287 من الهجرة حققه وخرج أحاديثه الأستاذ الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض الجزء الثاني هناك في صفحة 1026 رقم الحديث 1602 بعد أن ينقل الحديث إني تركت فيكم ما إن أخذتم لن تظلوا كتاب الله وأهل بيتي يقول إسناده حسنون إذن إلى هنا اتضح له لا أقل عشر من الأعلام أيضا نجد إما هم وإما بحسب التعليقات التي صدرت من المحققين والمعلقين صححوا هذا الحديث المبارك وهو حديث الثقلين أو حسنوا سند هذا النص المبارك الصادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أحسنتم كثيرا إذن يأتي السؤال بعد هذا العرض سماحة السيد هل إن النصوص الواردة في حديث الثقلين هي أخبار آحاد أم أنها متواترة هذا السؤال بودي أن المشاهد الكريم يصبر معي قليلا ويتأمل فيما أكون قبل أن أجيب على هذا التساؤل الذي ذكره أخي العزيز دكتور سالم وهو أن هذا الحديث هل هو أخبار آحاد أو أنه خبر متواتر أشير إجمالا إلى أمور الثلاثة الأمر الأول ما هو تعريف الحديث المتواتر يعني عندما نقول نعنى هذا حديث متواتر أو هذا حديث آحاد ما هو مرادنا وأشيرنا إلى هذا ولكنه من باب استذكار الأبحاث واحتياجنا إلى هذا البحث إن الذكرى تنفع المؤمنين البحث الثاني أو الأمر الثاني ماذا يفيد الحديث المتواتر يعني إذا ثبت أن حديثا من الأحاديث كان متواترا فماذا يفيد ما هي النتيجة المترتبة ما الفرق بين الحديث المتواتر والحديث غير المتواتر يعني الآحاد من حيث النتيجة المترتبة على ذلك الأمر الثالث بماذا يتحقق التواتر يعني متى نقول أن هذا الحديث خبر آحاد وأن هذا الحديث ماذا خبر متواتر أما فيما يتعلق بالأمر الأول والأمر الثاني ما هو تعريف التواتر وماذا يفيد التواتر أنا أشير إلى كلماتي بعض الأعلام في هذا المجال في كتابي مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين دار بن الجوزي سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ رقم ثمانية وأربعين في هذا الكتاب في صفحة عشرة واحد عش هذه عبارات العلامة العثيمين يقول المتواتر المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس ثم يقول وينقسم المتواتر إلى قسمين متواتر لفظا ومعنا فالمتواتر لفظا ومعنا ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه التفيتوا جيدا يعني مثل ما يقول من قبيل من كذب علي متمعمدا فليتبوأ مقعده من النار جيد جدا الآن في حديث الثقلين نحن نجد أن هناك جملة من المقاطع ماذا متواتر لا مم متواتر متفق عليها ماذا في اللفظ والمعنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما إن أخذتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا هذه وإنهما لن يفترقا في كل النصوص التي قرأناها موجودة كتاب الله وعطرتي في كل النصوص والصيغ ماذا كانت موجودة نعم فيما يتعلق بالثقلين أو الخليفتين أنه ماذا اختلفت الصيغة أما فيما يتعلق بكتاب الله وعطرتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحاوف هذا كان ماذا كان لفظا متفق عليه بين كل الصيغ التي قرأناها والرواة والأصحاب والصحاب الذين نقلوا هذا النص جيد السؤال والمتواتر هذا السؤال الأول ما هو تعريف المتواتر ماذا يفيد المتواتر التواتر ماذا يفيد قالوا المتواتر بقسميه سواء كان لفظا ومعنا أو معنا من غير اللفظ يفيد أولا العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه يعني إذا ثبت أن حديث الثقلين وحديث الخليفتين متواتر يعني نحن نجزم جزما ويقينا أن هذا الحديث صدر من فم من من فم من لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى وبهذا يمتاز الخبر المتواتر عن الخبر الآحاد فإن الخبر الآحاد على بعض المباني يقول أنه لا يفيد إلا ظنا أما بحلاف الخبر المتواتر فإنه لا يفيد إلا ماذا إلا القطع واليقين أن هذا صدر ممن صدر من فم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله التفتوا جيدا الثاني هذا الأمر الأول الثاني العمل بما دل عليه وجوب العمل نعم إذا ثبت تواتره وخصوصا إذا كان في الأمور العقدية لا بد ماذا لا بد من الاعتقاد به لا بد من التصديق وإذا كان في الأمور العملية لا بد من التطبيق خارجا قال العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان ماذا طالبا هذا الأمر الأول هو المصدر الأول المصدر الثاني في هذا المجال ما ورد في كتابي أن نكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني وهذا الكتاب أيضا أشرنا إليه فيما سبق بقلم علي بن الحسين ابن عبد الحميد الحلبي الأذري دار بن الجوزي في هذا الكتاب في صفحة 56 وفي صفحة 58 هذه عبارته يأولا يبين شروط التواتر وبعد ذلك يقول فالمتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني إذن بعد أن يبين التواتر وشروط التواتر يقول ما هي النتيجة المترتبة على الخبر المتواتر هذا إنما أقوله للمشاهد بعد ذلك إذا ثبت أن حديث الثقلين حديث الخليفتين متواتر إذن هو يفيد ماذا؟ العلم اليقيني يفيد العلم اليقيني جيد السؤال الثالث الذي لا بد أن نقف عنده في هذا المجال وهو أنه بماذا يتحقق بماذا يتحقق التواتر بماذا يتحقق التواتر نعم نذهب إلى فاصل سيدنا عبد المشاهد الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم يا قمر التم إلى ما الصدار داب محبك من الانتظار متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تساها القفار متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تساها القفار سيدنا عبد المشاهد الكرام الجديد ومرحبا بصمح السيد مرحبا بكم صلاحة جزيلا ومرحبا لكم قبل البدء يعني لا بد أن نتقدم بالشكر للجزيل الأخوة الذين يبعثون بالرسائل عبر البرد الالكترون وهي في الواقع كثيرة أمامي يعني في شاشة الكمبيوتر والأخ المخرج أيضا بعثها والوقت مع الأسف لا يسمح بأن نقرأها جميعا إن شاء الله في مناسبة صيرة ذلك كلها نقرأها إن شاء الله تعالى وهي كثيرة في الواقع نشكر واقعا بشكل عام نشكر الحلاء الذين يتواصلون مع البرد المهم أما الأمر الثالث بماذا يتحقق التواتر إخواني العزاء لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم بماذا يتحقق التواتر جملة من الأعلام قالوا أن التواتر يتحقق إذا نقله عشر من الصحابة إذا نقل النص عشر من الصحابة فالرواية تكون ماذا؟ متواترة وهذا ما أشار إليه في نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني في صفحة عشر أشار قال قال الحافظ السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة إن كل حديث رواه عشر من الصحابة فهو متواتر عندنا إذا نقلت الرواية من قبل عشر من الصحابة فهو متواتر فثبت تواتر بل نجد أن جملة من الأعلام ذكروا أن الرواية إذا نقلها خمسة من الصحابة تكون الرواية متواترة وهذا ما ورد في كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم هناك في صفحة مئة وثلاثة وثلاثين من الكتاب هذه عبارته يقول حتى أن جماعة من العلماء منهم ابن حزم قرروا أن الحديث إذا اجتمع على روايته خمسة من الصحابة كان متواترا ونظره في ذلك قوي سديد لماذا؟ لأن الصحابة خصوصا أجلاء الصحابة أعلام الصحابة إذا عرفوا بالضبط والإيمان والتقوى وعموم الصحابة وكثير من الصحابة كانوا بهذه المواصفات إلا من خرج منهم بدليل وهذا ما تعتقده مدرسة أهل البيت أن عموم الصحابة كانوا على هذا إلا من خرج بالدليل أنه كان منافقا وهذا بحثهم ويكون إلى محل آخر هذا هو المورد الثاني المورد الثالث وهو نجد أن الإمام ابن حزم في المحلة يقول لا إذا نقل الرواية أربع من الصحابة أيضا يحصل ماذا؟ يحصل التواتن هذا ما ذكره ابن حزم في كتابه المحلة دار الآفاق الجديدة بيروت في هذا الكتاب يقول طبعة مصححة طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ محتمدة كما قُبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة في صفحة سبعة من هذا الكتاب بودي طبعا إذا الإخ وحدهم طبعات أخرى بإمكانهم أن يرجعوا إلى المسألة ألف وخمسمائة أو أهدعش من الكتاب هناك يقول هذه نص عبارته يقول بأنه مسندا من طريق فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم فهو النقل تواتر لا تحل مخالفته بأربعة بأربعة نعم إذن أربعة من الصحابة إذا نقلوا تكون ماذا؟ الرواية متواترة بل أكثر من ذلك نجد أن الشيخ ابن تيمية في كتابه علم الحديث علم الحديث للإمام العلامة قيدين ابن تيمية دار الكتب العلمية بيروت لبنان هناك في صفحة ثمانية وخمسين يقول والتواتر لا يشترط له عدد معين من قال أنه يشترط لعله يحصل التواتر من صحابيين أو من صحابيين أحسنت وهو حق والحق في هذا واقعا هذه القضية صحيحة لماذا؟ لأنه إذا كانت لأنه إذا كان الوقت لا يسع ولكن كنت أبين لأنه التفت إلى العبارة خلي أقرأ العبارة يقول وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والإثنان من الصحابة إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء نعم والتواتر نقله بعد ذلك لا 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 لو جاءنا من الصحابيين أيضا يفيد ماذا؟ يفيد العلم نعم بل بعض الأحيان لو جاءنا من صحابي واحد واحد لماذا؟ تقبلت الأمة باعتبار أنه إذا كان ذلك الصحابي له مقام عظيم وكان جليلا وكان عظيما من عظماء الصحابة يكفي أن يكون ماذا؟ واحدا هو يضرب مثال يقول على هذا الأساس ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته مع أنه نعلم البخاري ومسلم ليسوا من الصحابة نعم ولكن باعتبار أن الشيخ ابن تيمية يعتقد بجلالة وعظمة الشيخ البخاري ومسلم فيقول لو نقل رواية يحصل لنا الماذا؟ العلم العلم ولكن لا أعلم لماذا أنه عندما شهد صحابيان وهما فاطمة وعلي على فدك ملان لم تقبل شهادته تغيرت الأمور هنا لا أعلم يعني هؤلاء لم يكونوا من أجلة الصحابة هؤلاء لم يكونوا من أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا هؤلاء لم يكن من أولئك الذين ينطبق عليهم حديث السقلين وحديث الخليفتين وهل يوجد أجل من سيدة نساء العالمين في الصحابيات هذا البحث تقدم واقعا إذا كانوا منصفين مع الزهراء سلام الله عليها الذي قال رسول الله عنها بأنه يغضب لغضبها ألم تكن شهادتها كافية لإرجاع فدك إليها ثم نضم إليها شهادة منه؟ شهادة علي أمير المؤمنين ألم تقولوا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والإثنان قد يفيد العلم عند جماهير العلماء نعم لماذا باء باقي الصحابة تجر أما باء علي وفاطمة ماذا لا تجر أم سلم وأسماء أيضا شهدتها؟ نعم لماذا؟ واقعا هذا سؤال أطرحه للمشاهد الكريم ولإنصاف المشاهد الكريم ولما لاقاه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعض من حرموهم رقوقهم عليه الأحوال إلى هنا اتضح لنا ما هو التواتر؟ نعم ماذا يفيد التواتر؟ وبماذا ماذا؟ وبماذا يتحقق التواتر؟ الآن أجيب على سؤالكم دكتور إن شاء الله من الوقت يسعنا السؤال السؤال ما هو عدد الصحابة والصحابيات الذين نقلوا لنا حديث الثقلين وحديث الخليفة؟ نعم هل هم أربعة؟ هل هم خمسة؟ هل هم عشرة؟ هل هم عشرون؟ ما هو عددهم؟ أنا أتصور مما تقدم التضح أنه مثل الإمام ابن حزم يقول لو جاء من أربعة بل التضح من الشيخ ابن تيمية لو صدر من بعض الأحيان من واحد أو اثنين من الصحابة يحصل ماذا؟ العلم ابن حزم يقول يحصل من أربعة ماذا؟ العلم ما ذكرناه من ابن حزم في قول الآخر من خمسة يحصل العلم من الصيوط يقول من أشرة ماذا يحصل على ما ذكرناه هذه نعم الآن تعالوا معنا أيها المشاهد الكريم لتروا و لتسمعوا و لتروا بأعينكم و لتسمعوا بآذانكم عدد الصحابة الذين رووا حديث الثقلين و هو كتاب الله و إترتيه النص الأول ما ورد في جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي و النسب النبوي للإمام السمهودي دراسة و تحقيق مصطفى عبد القادر عطى منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة و الجماعة دار الكتب العلمية في صفحة مائتين و أربعة و ثلاثين أيها المسلمون في العالم التفتوا أيها المحققون أيها المنصفون فقط أمامكم النصوص اكتبوا النص قال و في الباب يعني أي باب باب هذا الحديث و هو حديثي الثقلين أو الخليفتين و في الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون على يعني إذا أخذنا المقياس أربعة من الصحابة إذا أخذنا المقياس ابن تيمية عشر مرات تواتم إذا أخذنا ابن حازم خمس مرات تواتر إذا أخذنا السيوط يعني ماذا تواتر مضاعف نعم تواتر ماذا مركب نعم و في الباب ثم يبدأ يقول فعن جابير ثم يقول وعن حذيفة ثم يقول وعن 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 ثم يبدأ بتعداد ماذا بتعداد الصحابة الذين نقلوا هذا النص هذا المورد الأول المورد الثاني ما ورد في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والظلال والزندقة تأليف ابن حجر الهيتمي قلنا تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي كامل محمد الخراط المجلد الثاني صفحة أربعمائة وأربعين التفتوا ثم أعلم أن لحديث التمسك وهذه في الحلقة السابقة قلنا يعبر على حديث الثقلين بحديث ماذا لأنه ما إن تمسكتم ما إن أخذتم ثم أعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابية والنيف إلى التسعة المهم يتجاوزون العشرين عن نيف وعشرين صحابية وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجر بأصحابه وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم وفي أخرى أنه قاله لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف ولا تنافية لماذا؟ لماذا أن رسول الله كان مصرف في كل مناسبة يؤكد على ماذا لماذا؟ لماذا؟ واقعا هي فقط مسألة محبة قل محبة ثبت القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة كان يريد أن يؤسس لمنهج من بعده عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا هو الذي يفسر لنا الدكتور لماذا اختلفت صيغ الحديث لأن هذا الحديث لم يرد في مورد واحد حتى نقول أن الصحابة نقلوا ماذا؟ نقلوا بالمعنى لا لا أبدا وإنما الصحابة نقلوا اللفظ كما ورد عن رسول الله ولكن رسول الله مرة كان يقول الخليفتين مرة كان يقول الثقلين مرة كان يقول لن يفترقه مرة كان يقول لم يفترقه وهكذا يقول لا تنافع إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة ماذا؟ الطاهرة هذا هو المورد الثاني المورد الثالث وهو ما أشار إليه في فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير لعلامة المناوي هناك في المجلد الثالث إخواني الأعزاء في المجلد الثالث وفي الباب قال التفتوا اقرؤوا العبارة معي وفي الباب ما يزيد على عشرين ماذا؟ من الصحابة إذن القضية قضية حديث الثقلين قضية حديث الخليفتين من الأحاديث المسلم تواترها الوارد عن من؟ رسول الله بل فاقت حد التواتر صلى الله عليه وآله إذا عندي وقت حتى أستمر دكتور إذا ما عندي وقت حتى نعم نحن استمروا سمحسنوا بإمكان الإخوة أن يداخل جزاكم الله خيرا أنا إلى هنا اتضح لكم طبعا إن شاء الله تعالى الآن بعد لا أستطيع أن أدخل في أسماء الصحابة الذين رووا حديث ماذا؟ حديث الثقلين وقد ذكرهم إجمالا الثقات هؤلاء لا 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 بالأسماء سنذكرهم ونقف على ترجمة ترجمة لهم من أصحاب لا 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 أريد أن أقف لأنه الآن فقط الوقت لا يسع فقط أشير إلى الدليل أشير إلى الدليل وتفصيله إن شاء الله تعالى سيأتي بإذن الله تعالى في الأبحاث اللاحقة وهو ما ورد إذا أمكن هذا أخرجه للمشاهد الكريم وهذا إن شاء الله تعالى هذه مشكلة الكتب إن شاء الله واقعا إن شاء الله لأنه قضية بدأت تأخذ مننا كتب كثيرة نعم نعم جدد أنا فقط أشير إلى الأسماء إجمالا عندي وقت دكتور إن شاء الله إلا أنا لا يجب اسمحوا لي إذا أمكن أنا بعد هذا النص هذه النصوص التي ذكرتها أريد أن أشير إلى نعم ندخل التصالات سمح سيد أم لا نعم نعم إذن معنا الأخ سعيد من إيران سعيد من إيران تفضلوا نعم أخ سعيد تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام أيضا لجميع المشاهدين والسلام لسماحة السيد أشكر سماحة السيد على هذا الكلام الطيب أنا الحقيقة أدي سؤال كلش مهم وكلش أساسي نعم وهو أنه الآن يوجد بعض الروايات موجودة في بعض كتب لأتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ولكن هذه الروايات هي ليست مقبولة عند أتباع مدرسة أهل البيت أخ سعيد مع الأسف سماحة السيد الآن في بعض الفضائيات يأتي ببعض هذه الروايات طيب وصلت الفكرة أخ سعيد أخ سعيد وصلت الفكرة إلى الوقت قصير جدا قصير وبيودنا أن المداخلة تكون مرتبطة بالبحث نعم إذا أعدي وقت دكتور أنا عندي مطلب أريد بل يتفضل الأخ نعمة من العراق تفضلوا نعتذر الأخ سعيد الأخ نعمة من العراق تفضلوا السلام عليكم سيدي وعليكم السلام ورحمة الله فضلوا مولاه بالنسبة للحديث ذكرين بس تفسير على موت يعني يعني يرتبط إلى مثلا إلى الإمام المهدي هو يقول لن يسترق حتى يرد عليه الحال إن شاء الله يأتي أخي العزيز أدري أخي العزيز نحن الآن لم ندخل في الدلالة إن شاء الله تنتظر إن شاء الله سندخل في حديث الثقلي من حيث الدلالة والمدلول وأنه هل يثبت وجود الإمام المهدي أو لا لا تستعجل الأبحاث لأنه سنتدق بل في السند نعم سنت إلى الدلالة إن شاء الله يأتي بحثها وجزاكم الله خير على هذه المداخلة لأنه هذا البحث أنا لا أريد الأبحاث تتداخل فيما بينها نعم طيب معنا الأخ مرتضى من العراق تفضلوا أخ مرتضى من العراق تفضلوا يعني أنا أريد من المخرج أنه أعطيني دقيقتين أو ثلاث حتى أنه أكمل البحث لأن البحث بعد ناقص طيب نعم رجائي أنه إذا أمكن أن يعطيني الوقت بل إذن انقطع على التصال نعم سمع سألت تفضل إذا أمكن أحسن تفضلوا نعم أنا أريد هنا أن أشير إلى واقعا قضيتين أو أشير إلى أمرين انظروا هذا الحديث بهذا الحجم من الأسانيد الصحيحة بل أدل ماذا المتواترة ولكن مع ذلك مع الأسف الشديد نجد أن بعض الأعلام المتقدمين ماذا يقولون في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أب الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي المتوفى سنة خمسمائة وسبعة وتسعين من الهجرة قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان المجلد الأول منشورات محمد علي بيضون في هذا الكتاب الطبعة لا بدأ أشير تاريخ الطبعة ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين انظروا ماذا يقول بعد أن اتضح انظروا في المجلد الأول صفحة مائتين وثمانية وستين بعد أن ينقل حديث الذقلين قال قال رسول الله إني تارك قال المصنف يعني ابن الجوزي هذا حديث لا يصح خلاص من عنده لا يصح خلاص انتهت يعني أنا وقعا كيف أعلق لا أعرف كيف أعلق على مثل هذه الكلمات وصار هذا منشأ أنه الكثير جاء أو البعض من الذين أعلم ما أعلم أقول عنهم أهل العلم أو أهل الجهل أو أنهم أهل الجهل أو تجاهلوا أو حاولوا أن يتجاهلون أو حاولوا أن يطمسوا مثل هذه الحقيقة هذا بحثه بعد ذلك سيأتي ولكن يقول هذا حديث لا يصح لأنه يشير إلى نص أما عطية فقد ضعفه أحمد ويحيا وغيرهما وأما ابن عبد القدوس قال يحيا ليس بشيء رافضي خبيث وأما عبد الله ابن دار فقال أحمد ويحيا ليس بشيء ما يكتب منه إنسان فيه خير انتهت القضية كأن هذا الحديث ورد بهذه الأشخاص الثلاثة وهؤلاء كلهم ماذا ضعاف ومدلسون وخبثاء وإلى غير ذلك هذا مورد المورد الثاني ما ورد في كلام شخص كالشيخ ابن تيمي هس قد يقول قائل ابن الجزو الجوزي لم يكن يشهدون للشيخ ابن تيمية يقولون أنه كان حافظ جميع الأحاديث انظروا ماذا يقول في كتابه مجموعة الفتاوى اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار أنور الباز المجلد الرابع عشر رابع عشر دار الوفاء في هذا الكتاب إخواني الأعزاء في صفحة مائتين وتسعة وستين من الكتاب بعد أن يقول بود أنه تخرج على الشاشة وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض رواه الترمذي وحسنه إذن لا توجد رواية صحيحة فقط توجد رواية واحدة ماذا حسن التفتوا جيدا وفيه نظر يعني حتى أن التحسين الذي حسنه الترمذي يقبله الشيخ ابن تيمية ما دار يتعلق بأهل البيت في النظر هذه أمانة الشيخ ابن تيمية في الأحاديث المتعلقة بأئمة أهل بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا الذي نقوله مرارا وتكرارا أن الشيخ أو شيخ الإسلام الأموي ابن تيمية كلما جاء حديث يتعلق بفضائلي ومناقبي ودرجات أهل البيت والعطرة يحاول بأي ثمن أن يجعله جانبا ولكنه سيتضح إن شاء الله في مطارحات في العقيدة تجدوه لا عندما يصل إلى معاوية مولانة لا بد أن يثبت له المناقب والفضائل بأي ثمن حتى وإن صرح كل علماء المسلمين أنه لم تصح هناك رواية واحدة في فضائلي معاوية بن أبي سفيان ولكن هذه الروايات الصحيحة المتواترة الحسنة التي لا أقل رواها عشرون صحابي أو يزيدون ولكنه يقول فيه ماذا يقول فيه نظرون أنا إلى هنا تقريبا انتهى حديثي إذا كانت هناك مداخلة فأستمع لها نعم الوقت هو تقريبا في حدود دقيقتين أو أقل سمح السيدة إذا أكون دقيقتين أشير إلى مطلب نعم تفضلوا يعني ما فيه بعد مداخلة انتهينا جيد جدا نعم تفضلوا جيد جدا في الواقع بأنه أنا الآن فقط في هذه الليلة في هذه الدقيقتين أشير إلى أسماء الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث وإن شاء الله في الأسبوع القادم سأقفوا كاملا عند ترجمة هؤلاء الصحابة هؤلاء الصحابة فليلتفت المشاهد الكريم من هم هؤلاء يقول وفي الباب عن جابر الأنصاري نعم وحذيفة بن أسيد وخزيمة بن ثابت وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وظميرة وعامر بن ليلة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر وعلي بن أبي طالب وأبي ذر وأبي رافع وأبي شريح الخزاعي وأبي قدامة الأنصاري وأبي هريرة وأبي الهيثم بن التيهان وأمي سلمة وأمي هان ابنة أبي طالب الصحابة رضوان الله عليهم يعني واحد وعشرون صحابي ينقلون وهم من أجلاء وأعلامي ماذا ومع ذلك فيه نظر وفيه نظر مع ذلك شكرا لكم سمحة آية الله سيد كمال حدر كما أشكر الإخوة والأخوات نلتقيكم إن شاء الله وتعالى في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة